بتبني لنفسك جهاز PC و بتدور على أفضل كرت شاشة مناسب لك من ناحتي المنزانية و محتار انت بين AMD و NVIDIA خليك معانا عشان تختار أفضل كرت شاشة مناسب لك انت السلام عليكم معكم أخوكم أحمد كريم وبعد طلب كثير حبيت أسوي هذا الفيديو ولكن قبل لنبدأ هذا الفيديو أحب أنه على شيء جدا مهم كروت الشاشة هذي مي موجودة عندي الان ولكن اعتمد في هذا الفيديو على مواقع انترنت جدا موثوقة عالميا فخلنوا نبدأ باسم الله الآن بعد صفح طويل حصلت أفضل موقعين اللي هي تيك اج وبالسي ماك أشوف إنه هذي الموقعين أفضل شيء و رح نبدأ هذا الفيديو وهذه المقارنة بالمواصفات والشيء نبدأ المقارنة حق كرت الشاشة بداية ب 6800 ووصولا بالRTX 390 و زي ما تشوفوا أول خانة معانا هي قديش المعالجات اللي جوة كرت الشاشة و كلما ننزل كلما تزيد وصولا بالRTX 390 اللي هي أكتر شيء ثاني خانة معانا في القائمة اللي هي Clock Boost والBase Clock اللي هي تورينا قديش سرعة للكرت الشاشة و زي ما تشوفوا AMD تعطيك أداء سريع أكثر من نفيديا ولكن الاستثناء هنا في كرت الشاشة 390 تلاقي إنه الأداء حق الكور أو Base Clock والBoost Clock أسرع وأفضل من AMD ثاني خانة معانا في القائمة اللي هي Base Clock اللي هي الميموري أو الرام و زي ما تشوفوا AMD تعطيك سرعات أكثر من نفيديا ولكن الاستثناء هنا بين كرت الشاشة 6900 XT والRTX 390 نلاحظ إنه RTX 390 أفضل من نظيره اللي من نفيديا ما عليش من AMD اللي هو 6900 و ثالث خانة معانا في القائمة اللي هي الميموري أو الرام و نلاحظ مرة ثانية إنه AMD تعطيك 16 جيجا بايت على كل كروت الشاشة ولكن نفيديا تعطيك ثمانية لثلاثة ثلاثة ثلاثة سبعين واللي هو جدا قليل في نظري يعني و كمان لثلاثة ثلاثة ثمانية تعطيك 10 جيجا بايت و أكثر شيء في هذا القائمة اللي هي 24 جيجا بايت لثلاثة ثلاثة سعين رابع خانة معانا في القائمة اللي هي بايت سرعة الرام في كرت الشاشة و مرة ثانية AMD تعطيك 16 جيجا بايت في الثانية ولكن نفيديا تعطيك على حسب كرت الشاشة زي مثلا تعطيك في 3070 تعطيك 14 جيجا بايت في الثانية واللي هو مو مرة بطيئ يعني ولكنه أبطأ و كمان تعطيك في 3080 19 جيجا بايت في الثانية و شوية أكثر يعني في 3090 خامس خانة معانا في القائمة اللي هي الـ Power Connector أو منافذ الطاقة اللي تنشبك في كرت الشاشة و زي ما تشوفه في كل كروت الشاشة تحتاج وايرين ثمانية pin عشان تشبك في كرت الشاشة معادة في كرت الشاشة الـ RTX 390 تحتاج ثلاثة وايرات أو ثلاثة سلاك آخر خانة معانا في القائمة هي خانة منافذ الكرت الشاشة و زي ما تشوفه كلها نفسها معادة من ناحية AMD تدعم منفذ الـ USB-C و هذا شي قد ينفع إذا أنت عندك خوذة VR تقدر تشبكها على طول في كرت الشاشة من منفذ الـ USB-C أكد البعض منكم ما معنى هذه الكلمات يا أحمد؟ ولكن الآن انت مو لازم تفهمها ولكن الشي لازم تعرفوا انه كيف أداء هذا الكرت الشاشة في الألعاب اللي انت تلعبها أو الألعاب اللي انت ممكن تلعبها نبدأ بأول الكرتين معانا في القائمة اللي هي الـ 6800 و 3370 و نلاحظ أنه الـ 3370 أرخص من الـ 6800 بـ 80 دولار وهذا الشي يعود أنه الـ 6800 أقوى من الـ 3370 و هنشوف هذا الشي في فحوصات الأداء تحت و الكرتين الثاني اللي معانا في القائمة اللي يعني أداءهم متوسط لعالي اللي هو 6800 XT و 380 و نلاحظ هنا أنه AMD أعطتك سعر أرخص بـ 50 دولار قد يكون هذا مهم لك أو مو مهم ولكن أنا شوفه جدا يجابي من ناحية AMD أخر كرتين معانا في القائمة اللي هي 6900 XT اللي بسعر 1000 دولار و الـ 3390 اللي بسعر 1500 دولار طبعا هذول الكرتين غير موجهين للألعاب بشكل أولي يعني هي موجهة للأشخاص اللي يسووا 3D modeling و اللي يسووا أفلام animation وهذه الأشياء فإذا أنت تبغى كرت شاشة حق الألعاب وبسعر جدا عقلاني 6800 XT و 3080 خيارات جدا ممتازة و زي ما نشايفين هنا فحوصات الأداء بين كروت الشاشة في الألعاب وهنا مقارنة بين 280 Ti و 6800 من AMD وهذه الكروت الشاشة مقاربة في الأداء مع بعض و ليش ما أختاره أنا فكرة هنا 370 لأنه 2080 Ti يقارب في الأداء 370 أو بعض الأحانة 370 تغلب عليه فزي ما نشايفين هنا AMD تتغلب على نفيديا في هذه الألعاب ولكن هم هنا ما يعني أنه هذه الألعاب شغال فيها Ray Tracing أو RTX أم لا لأنه إذا شغلت RTX AMD ما تتغلب على نفيديا إلا في ألعاب جدا قليلة كما ترون هنا AMD ميزة Smart Access Memory هذه الميزة تساعدك في الحصول على أداء أفضل بعض الأحيان بسبب أن المعالج مباشرة يتحكم بالرام حق كرت الشاشة والرام حق كرت الشاشة جدا سريع مقارنة بالرام الموجود في الكمبيوتر وزي ما تشوفوا في هذا الفحص للأداء AMD تتغلب أيضا على نفيديا وأحب أن أقول مرة ثاني أنه AMD في هذا الفحص الأداء ما توريك أنه هل Ray Tracing شغال أو لا لأنه إذا شغال نفيديا ستتغلب على AMD وزي ما تشايفين بدينا بمقارنة 6800 XT مع 3380 من نفيديا وهنا زي ما تشايفين كرت الشاشة بعضا كل واحد فيهم يتغلب على بعض وبعضا يتعادل وحسب اللعبة وهذا لدقة 4K وزي ما تشايفين هنا الكرتين الشاشة بتصارعوا على الصدارة في دقة 2K وهذا شيء جدا مهم لأنه المنافسة هنا توريك أنه جدا حامية بين كرتين الشاشة هذه وعلى هذا السعر وكمان لا ننسى أنه كرت الشاشة حق AMD اللي هو 6800 XT أرخص بـ 50$ من 380 وهذا يعطيه إيجابية جدا قوية ونا ننسى لفحوصات الأداء لأخر كرتين اللي هي 390 و 6900 XT وزي ما نشوف كل واحد فيه متغلب على الثاني في لعبة معينة ويتعادلوا وهذا على دقة 4K لكن كمان AMD مفاعلين أشياء في كروت الشاشة اللي هو ريج مود اللي هو تقريبا كثر سرعة بسيط وكمان Smart Access Memory اللي سابق إني ذكرته وشرحته وهو اللعبة معانا على موقع PC Mag اللي هي The Division 2 على دقة 4K ونلاحظ هنا انه نفيديا تتغلب على AMD بشكل كبير وهذا الشيء جدا مهم فلو أخذنا مثلا 6900 XT مع 390 نلاقي الفرق جدا شاسع وهنا اللي يجي للعبة نلاحظ انه كروت الشاشة كلها بنفس النتائج ومقاربة لبعض وهذا الشيء يوريك انه لعبة دومتانون مهي مرة متطلبة ومهي قوية مرة وعلى قولهم بالإنجليزي تقدر تشغلها على حماسة خبز ولو نيجي للعبة Call of Duty Modern Warfare بنلاحظ انه كروت الشاشة تتغلب على كل نظير لها من نفيديا زين مثلا يعني لو ناخد 6800 XT يتغلب على نظيره من نفيديا اللي هو 380 وهذا شيء نفسه لل 6900 XT وال 6800 الآن نيجي للعبة Forza Horizon 4 نلاحظ انه AMD تتغلب على نفيديا بفارق تقريبا كبير لانه لو نلاحظ يعني 6800 XT وهو أضعف كرت شاشة من AMD تقريبا يقارب في الأداء مع 390 الآن نيجي الأفضل لعبة في السنة في نظر يعني هي Risen TV 3 ونلاحظ انه نفيديا تتغلب على AMD ولكن مو بفارق كبير أنا هنا بعض منكم يقول ليش في هذه اللعبة مثلا كروت الشاشة حق نفيديا تتغلب والعكس في اللعبة ثانية هذا يعود لانه بعض المطورين حقين الألعاب يطلبوا مطورين من AMD ونفيديا عشان يجهزوا الألعاب لديك الكروت وبعدها حتى AMD ونفيديا تدفع لهم عشان سواء ذلك فعشان كده تلاقي في هذه اللعبة مثلا تتغلب AMD ونفيديا فعشان كروت الشاشة في تتبع الضو واللي مع شو تتبع الضو أو الRTX ستظهر لكم صور في الشاشة تبين لكم إيش هذه الميزة واعتمد في هذا الفيديو على فحوصات هذا الشخص في تتبع الضو هو سوى فيديو كامل تقريبا زي من شايفين نص ساعة أو 40 دقيقة تقريبا أخذ الكروت الشاشة من البداية للنهاية ووريك إش الأشياء اللي في له الصحيحة وإش هي الأغلاط وإش الأشياء اللي ممكن الشركة تسويها عشان تصحيح هذه الأغلاط فخليونا نبدأ وأول لعبة معنا هي Shadow of the Tomb Raider وزي ما تشايفين هنا هو ممشغل الريت ريسنج وأنا عارف إنها كانت في فحوصات الأداء لهذه المواقع ولكن هذا فحص الأداء حقه هو عشان تبعان الأرقام زي الناس وهو شخص جدا موثوق زي ما قلت وزي ما تشايفين AMD هنا تتغلب على نفيديا والسبب إنه الـ 390 حق نفيديا مو موجود هنا قال هو إنه كان الكرت غير مستقر في هذه الدقة اللي هي 1080 ونكمل ونشوف لعبة Shadow of the Tomb Raider في تتبع الضوء وأنا اللي يجي فحص الأداء حق Shadow of the Tomb Raider 4K بالريت ريسنج أو تتبع الضوء وزي ما تشايفين لما نيجي نضيف الريت ريسنج نشوف إنه نفيديا هي اللي تتغلب على AMD لأنها شغالة من زمان على ميزة الريت ريسنج ولكن AMD هذا أول جيل لها في الريت ريسنج فعشان كده هي ما تتغلب ولكن هي قريبة في الأداء زي ما نشايفين ونجي لعبة Control وهذه اللعبة جدا مهمة لأنها تستخدم تتبع الضوء في كل شيء عكس Tomb Raider Tomb Raider استخدمها تتبع الضوء بس في الظلال وهنا زي ما نشايفين على دقة 2K ونشوف إنه نفيديا تتغلب على AMD بجدارة وكمان الشي الصادم إنه نشوف AMD 6900 XT في تقريبا آخر الفحص لداء كلهم ونلاحظ أيضا إنه 1080 Ti يتغلب على 3070 ويتغلب على كروت شاشة كثير وهو تقريبا كرت شاشة من الجيل الماضي من نفيديا وهذا الشي يدل إنه AMD غير قوية في Ray Tracing وإنفيديا هي الأحسن لهذا الشخص اللي يدور على Ray Tracing طبعا إذا تبتعرف كل شيء عن كروت الشاشة الجديدة هذه سواء كانت من AMD وإنفيديا تقدر تروح لقناته هو مسوي معاينا لكل كروت الشاشة هذه ورح تتعلم أشياء منه كثير ولكن أنا عشان أخلي الفيديو هذا حقي قصير أتغاضيت عن أشياء كثيرة ولكن هو شرحها وراك إشها الأسباب وراها فأشوف إنه إذا تبتعرف كل شيء عن كروت الشاشة رح شوف الفيديو حقه أنا لم أتهم قبل أن نختم الفيديو كروت الشاشة حق نفيديا ستكون أفضل للشخص اللي يحب تتبعه الضوء أو Ray Tracing لأن الألعاب الآن مجهزة أفضل لناحية كروت الشاشة نفيديا لأنها نزلت في السوق أكثر لها تقريبا سنتين من أول جيل لهذا الجيل الثاني اللي هو الثلاثة الآفة الآن هذه الكروت ستكون أفضل في تتبع الضوء ولكن AMD هتكون أفضل من ناحية الأداء يعني هيكون عندك FPS أكثر فريمات أكثر وهذا الشي قد يكون مهم للأشخاص اللي يحبوا يلعبوا Call of Duty وFortnite و PUBG لأنهم يحتاجوا هناك يكون عندهم فريمات عالية عشان يقدروا يلعبوا أفضل ويكونوا أكثر تنافسية معلومة أخرى أشوف إنها مهمة كرت الشاشة 6800 اللي تغلب على كرت الشاشة 3070 من نفيديا أشوف أفضل الشخص اللي يدور على كرت شاشة بسعر جدا مناسب وبمواصفات جدا قوية وكمان لا ننسى إنه الرام الكبير في فيله سيساعدك في المستقبل من ناحية الألعاب وإذا عجبك الفيديو واستفت منه لا تنسى اللايك وسبسكرايب وشير وكان هذا أول استعراض لي لمنتجات في الكمبيوتر فإذا كان في شيء غير صحيح تعدلي هو اكتب لي هو في الكومنت وخلي الكومنت حقك أول كومنت عشان الناس كلهم يستفيدوا وإذا تدعم القناة ماديا تأتي هنا على البيتريون تقدر تسبسكرايب لأي باكيج من هذه الباكيجات وراح تدعمنا وراح نكون جدا شكرين لك كان معكم أخوكم محمد كريم السلام عليكم